هذا يسأل إذا كانوا مسافرين في الباخرة هل يصلون جماعات متعددة في طوابق الباخرة نقول إذا أمكن أن تجتمعوا جميعا فهذا واجب ولا يجوز التفرق أما إذا لم يمكن فتصلون على حسب استطاعتكم لا مانع أن تتعدد الجماعات إذا دعت الضرورة إلى ذلك أما إذا كنتم تستطيعون الاجتماع في طابق واحد أو في دور واحد فإنه يجب عليكم ذلك ولا يجوز لكم التفرق